الحشيش والمخدرات وعلى العقل فهي أخبث من الخمر وأشد من الخمر والعياذ بالله هو مآلها إلى الهلاك الذي يشربها كما ترون وكما تسمعون ما يستمر على قيد الحياة إلا كالجثة أو كالرمة التي ليس فيها إلا بقاء الحياة فقط وليس فيها نفع بل فيها ضرر عظيم والعياذ بالله والمصيبة أنه ما يصبر يبتلى ولا يصبر عن هذا الشيء ويريد الحصول عليه ولو بعرضه ولو ببذل عرضه يريد الحصول على هالخبيث هذا هذا أشد من الخمر والعياذ بالله أشد من الخمر فالحشيش ما يقال أنه مثل الخمر إن قال أشد أشد من الخمر نسأل الله العافية لأنه يجني على العقل وعلى الجسم ويورث الأمراض الفتاكة وينفد المال بغير فائدة ويصاب بالإدمان هذا شديد أنه يصاب بالإدمان لو أراد يتوب صعب عليه أنه يتوب يكبلها الخبيث هذا تكبيل والعياذ مثل الدخان الدخان خبيث يكبل الإنسان فيه إدمان مع ما فيه من الأمراض التي لا تخفى فهو مفتر الدخان يسمى بالمفتر والحجيش يسمى بالمخدر والخمر يسمى بالمسكر وكلها حرام والله أكرم هذا الإنسان وخلقه في أحسن تقويم فكيف يجني الإنسان على خلقته وعلى جسمه وعلى حواسه يجني عليها والعياذ بالله لكن الشيطان شياطين الإنس والجن وقاءوا قرناء السوء وجلساء الفساد والدعايات الخبيثة هي التي تروج هذه الأشياء وتغيب العقول عند ذلك العقول تغيب عند ذلك وتغلب عند ذلك لسيما التقليد الأعمى للرفقة والجلساء والانخداع بالدعايات ويقولون أنت لا تصير متشدد لا تحرم نفسك من هذه الأشياء هذه أشياء تعطيك قوة وتعطيك سعة صدر وتعطيك انبساط وخلك مع 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 زملاك ومع انبسط معهم وهكذا من الدعايات الباطلة فهذه هي نتيجة نتيجة لجلساء السوء ودعاة الضلال وأيضا نتيجة للذين يبتزون أموال الناس فهؤلاء الذين يروجون هذه الخبائث يبتزون بها أموال الناس يأخذون ماله ويأخذون عقله ويأخذون جسمه والعياذ بالله ماذا بقي له سل الله العافية فكروا لو أن الإنسان اشترى بهذه الدراهم أشياء طيبة فواكه أشربة طيبة طعام طيب لحم هذا مفيد هذا مفيد ويمدح عليه يمدح كلوا واشربوا ولا تسرهوا لكن إذا نفد ماله في المحرمات في المسكرات في المخدرات في المفترات فهذا سفيح يحجر عليه يحجر عليه لأنه سفيح هذا أشد سوى من الذي يبذر ماله في المباحات تبذيل المال حتى في المباحات حرام كلوا واشربوا ولا تسرهوا ولا تبذر تبذير تبذير المال في المباحات حرام وإسراف فكيف بإتلاف في المحرمات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال المال محترم وليس هو لك وحدك المال لك ولقرابتك وللمجتمع ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة فهو قيام للناس مصالحهم فكونك تتلف في هذه الأشياء وبالتالي تتلف جسمك وعقلك هذا أسفه السفة والعياذ بالله نعم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر